وقد نظم مقر الأمم المتحدة في جينيف فعليات متنوعة للاحتفال باليوم العالمي للضمير الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام بحضور عدد من الشخصيات والممثلين الدائمين لعدد من الدول بالإضافة إلى قادة دينيين وشعراء وفنانين وكتاب وأكاديميين وغيرهم واجتمل الاحتفال على إقامة عدة جلسات وحلقات نقاشية مع مفكرين وكتاب من أجل تبادل الآراء والدروس المستفادة حول أسس ترسيخ السلام ونشر ثقافة الحوار والتسامح من أجل تعزيز الإخاء بين مختلف شعوب العالم وقال القائم بالعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة قال إن مشروع القرار الذي تبنته الأمم المتحدة عام 2019 ميلادية بشأن الاحتفال بيوم الضمير العالمي والمقدم من مملكة البحرين يعتبر إحدى المبادرات العديدة التي تجسد حرص المملكة على المساهمة الفعالة في تعزيز السلام والأمن والتنمية العالميين من خلال توفير الظروف الملائمة للدول والشعوب لحل الصراعات السلميا والعمل التغلب على التحديات مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد إنجازا بارزا يعترف بالحاجة إلى الاستقرار والاحترام المتبادل والتعايش على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ترجمة نانسي قنقر